عليكم أن تهيوا أنفسكم إلى القادم من الأيام ما معلومة يا ساعتك هوسى قديمة عدهنان قبل كانوا يسولفون بها لما يستشعرون بالخطر وينوبهون إليه أيضا نحن نستشعر الخطر وننبه إليه والتنبيه يأتي بالدعوة إلى أنكم أيها السادة الكرام أيها السلطات أيها الحاكمون عليكم عندما تكون لكم أزمات أو عندكم أزمات وما شاء الله أن تؤلمان عليكم بالأزمات على قدم وساق أولا افهموا الأزمة وطبيعتها واتجاهاتها وتأثيراتها وأقرأ اللاعبين والفاعلين فيها وهل أنتم بمستوى التلاقي مع الأزمة بمستوى إدارة الأزمة بالمقدرة على تتبع آثار هذه الأزمة حتى تستطيعوا أن تنجوا وأن ننجوا معكم صار لكم عشرين سنة بالسلطة إذا كل أربع سنوات من كل حكومة اتعلمت لكم لإدارة أزمة أربع خمس مرات من آلاف الأزمات التي مرت الآن المفروض العالم يوجه لكم دعوات لحل أزماتها ولو أزمات العالم ليس مثل أزماتنا قلنا لكم من البداية أن هناك أزمة تعصف بالبلاد هذه الأزمة مختلفة عن كل الأزمات لأن هناك تشضي بالبيت السياسي الشيعي وعندما يتشضى البيت السياسي الشيعي وحقكم أو لا أريد أن أقسم لكم لأنكم يعني ما أريد أن أقول ما تشعرون القسم لكنكم قد أخفقتم ومارستم جرائم ضد هذا الشعب وبالتالي الآن عليكم أن تهيئوا أنفسكم إلى القادم من الأيام ليش وسطة الأمور لهذه الأزمة بينكم وبين الصدريين حسنا لا أبرئ ولا أتهم أحدا منكم أنا أناقشكم بأزمة أنتم قد سمحتم لها أن تتمدد أنتم من سمح لها اليوم راحوا الولد للقضاء حطوا الخيام نصبوا الخيام ناس تتفق ناس تختلف قلناكم من البداية إخوان أنتم أخوة افترقتم كل واحد راح قعد لبيت ماشي بداخل الغائل الصير حسنا لا يكون حكيم يحل الأزمة الأزمة من البداية واضحة هناك ثلاث مسارات يمشي بيها السيد مقتد الصدر المسار الأول تعطيل السلطة التشريعية وقد جاء للسلطة التشريعية وأجبر البرلمان على أن يعد للتعطيل السلطة التشريعية طلب مطاليب بحل البرلمان وتحولت القضية للسلطة القضائية وقال إن لم تحلوا البرلمان فأن هناك خطوات لاحقة البرلمان قال قولته وهو محق هذا ليس من اختصاصي إذن أكو أزمة انتقل السيد الصدر إلى القضاء أوصل رسالته إلى القضاء وأبقى على خيمه ثم عاد أنا رح أقول لكم الاتجاه الثالث الاتجاه الثالث إلى قصر السلام للطلب من رئيس الجمهورية بتقديم حل البرلمان نقطة راسطر تعرفوه أو ما تعرفوه أنا من الذين يحترمون القضاء ولا أقبل أن يهان القضاء وأدركوا أن القضاء تحمل الكثير الذي يجب أن يحاسب هو من يحاول أن يسيء إلى القضاء والذين حاولوا أن يستغلوا القضاء أو أن يجويلوا القضاء لخدمة مصالحهم لأنه بدون القضاء بصراحة نوقف اليوم الطب العدلي رادوا الطب للناس لأنه ما قدرت تستلم جثثه لأنه ماكو أوامر قضائية باستلام جثث أو معاينة جثث أو إحالة جثث هذا جزء من أحداث قد تحصل ولذلك افهموا الأزمة وقعدوا حاولوا أن تجدوا حلولاً وسطية ترجمة نانسي قنقر